اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام اصدر مأحد واشنطن لسياسات الشرق الادنى طبعا هذا المأحد الذين لا يعرفونه هو معهد امريكي تأسس عام 1985 طبعا برعاية من منظمة اباك اللي هي اليهودي وانتم تعرفون اعزائي المشاهدين ان اليهود يسيطرون على السياسة والاقتصاد الامريكي بشكل قوي لهم تأثير قوي في هذا الموضوع هم من يديرون السياسة ويتحكمون بها ويرسمون السياسات وهذه المعاهد الامريكية هي معاهد تعطي الدراسات والتصورات وتعطي خطط ورؤة للإدارات الامريكية والمؤسسات الامريكية في رسم سياساتها يترسم لها سياساتها الحاضرة والمستقبلية ويعني تعتمد عليها الكثير كثيرا الإدارات الامريكية والمؤسسات الامريكية في هذا الشأن ومأحد واشنطن لسياسات الشرق الادنى واحد من هذه المعاهد الكبيرة ومن هذه المراكز الكبيرة هو يهتم بالشرق الأدنى والشرق الأوسط ويرسم السياسات ويعرف التوازنات غايته أو هدفه ويعرف ما الذي يحدث ما هي كيفية تحقيق المصالح الامريكية كيف تحقق أمريكا مصالحها في هذه المنطقة والنقطة الأساسية لدى هذا المعاهد وكل المعاهد الأمريكية فيما يخص منطقتنا ومنطقة الشرق الأوسط هي سلامة إسرائيل وأمن إسرائيل أولا وأخيرا وما حصل في غزة أخيرا لاحظتم كيف أمريكا تعاملت وهذا يعني تعامل لا يقتصر على رئيس معين لا يقتصر على بايدن مهما كان الرئيس سيكون بنفس السياسات ونفس التصرفات لأنهم يعتبرون أن إسرائيل هي قاعدتهم الأساسية وهي منصة كبيرة لا يمكن أن يتخلوا عنها عموما هذا المعاهد قبل أيام أصدر دراسة أو تقرير عن الوضع في العراق تحدث عن الوضع في العراق بعد 20 سنة من الاحتلال 20 سنة من الجريمة الكبرى التي حصلت في احتلاله أمريكيا وبريطانيا هذا ما فعلته أمريكا ربما كثير من النقاط حدثت في هذا التقرير لكن سأجلزها بسبع نقاط أساسية لكي تروا الوضع العراقي من وجهة نظر الدولة التي احتلت العراق والتي جاءت بهذا النظام والتي جاءت لتخريب العراق وإضعاف العراق والحرص على أن يبقى العراق ضعيفا لكي لا يقوى على النهوذ مرة أخرى هذا كل شيء والحديث عن أسلحة دمار شامل مثل ما تحدثوا قبل 2003 وبعدها وإزالة دكتاتورية وما عرف منه المجيب الديمقراطية كل كذبة كبيرة وهم اعترفوا بها والأيام أثبتت كذبتهم هذه الغاية كانت الأساسية هي تدمير العراق لذلك جاءوا بالميليشيات دمروا كل البنى التحتية دمروا كل البنى العلمية حاربوا التعليم حاربوا الثقافة حاربوا العقول دفعوا بالميليشيات لتقتل أساتذة الجامعات والعلماء وكل الخبرات أجروا الكثير من الخبرات غالبية الخبرات العراقية والعقول العراقي هاجرت إن لم يقتل فهاجر أو غيب هكذا عموما هذا التقرير تحدث أولا قال بالنص قال الفساد منهج للحكومات المتعاقبة في العراق هكذا يقول مع حد واشلطن السياسات الشرق لعدنا الفساد يعتبره منهجا للحكومات هذه الدراسة وصلت إلى هذه الحكومات المتعاقبة للحكم العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم وتحدثت تقرير عن نهب 350 مليار دولار فقط المبلغ أكبر من هذا بكثير المبلغ لأن واردات العراق من النفط الآن تقارب الـ 2 تريليون بالعشرين سنة أو يتحدث عن 350 مليار دولار فقط المبلغ أكبر من هذا بكثير هذه يقول نهبت يعني خرجت للخارج النقطة الثانية يقول لم يشهد العراق طوال العشرين سنة الماضية أي تحسن في البناء التحتية والخدمات الأساسية يعني حتى لو كانت يعني هم اعتمدوا على البناء التحتية للدولة العراقية من التأسيس عام 1921 لغاية 2003 بناء تحتية تراكمية بناء تراكمي مهما كان شكل النظام جمهوري ملكي لكن هكذا كان هناك بناء تراكمي في عام 2003 توقف هذا البناء وبدأ التهديم حتى لو لم يخربوه ومخربوه حتى لو لم يخربوه لكن العشرين سنة الماضية كانت كفيلة بإنهاء هذه البناء التحتية كان يرادلها إدامة كان يرادلها صيانة إضافات جديدة استبدال إبدال لم يحدث هذا فالذلك انتهت كل هذه البناء التحتية والخدمات صفر تحدثت النقطة الثالثة خلال عشرين سنة الماضية يقول التقرير تقرير محد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى محد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يقول خلال عشرين سنة الماضية تم تشخيص بوضوح تفشي البطالة والفقر في العراق برغم أن العراق من البلدان الغنية جدا يعني بلد عندما هي الدولة تتحدث يعني تحدث عن رواتب الرعاية الاجتماعية التي تعطوها للطبق المسحوقة جدا وتحدث عن حوالي مليونين ونصف أسرة وإذا كل أسرة خمس أفراد وتحدثنا في هذا الموضوع يعني الدولة تتحدث هذا وغالبية وكثير من الفقراء لم يسجلوا في هذا لم يستطيعوا التسجيل لأنه تسجيل في الرعاية البرواتب الرعاية الاجتماعية هذه تحتاج أن تدفع مبالغ وتحتاج لواسطات وتحتاج لناس متمكنين يدخلوك في هذه القوامة مقطرة فبالتالي كثيرين يعني ما قدروا يدخلوها لهذه وكتفوا ويكونوا فقراء ويكونوا معدومين ويعيشون عن المزابل ويعيشون على المعونات الخاصة في الدولة تحدث عن مليونين ونص حوالي يعني بالعدد من تضربها في خمسة أشخاص يطلع العدد بحدود 12.5 13 مليون عراقي تحت خط الفقر من المسحوقين البطالة يعني نقيب العمال أو رئيس نقابة العمال في العراق يتحدث أنه عندنا 15 مليون من العاطنين على العمل وحتى لم يكن هذا العدد ف10 ملايين 12 مليون 13 مليون عاطر عن العمل قضية كبيرة والعداد تزيد لأنه تزيد لأنه كل سنة إحنا لدينا من 800 إلى مليون يد عاملة تدخل إلى سوق العمل سنويا وهذه تحتاج إلى وإحنا لا عدنا لصناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا كل شيء ولا منافذ ما عدنا غير يروحون للوظائف الحكومية والحظائف الحكومية الآن 5 ملايين 6 ملايين موظف لا تستطيع السراق والأحزاب ماذا تنهب إذا كانت توزع لكل الرواتب أولا النقطة الرابعة تحدث طبعا دعوني أقول أولا كل هذه النقاط التي يوردها معحد واشنطن لسياسات الشرق لأدنى هي أمريكا التي ترعى واللي هذا المعحد نشئ فيها واللي يحدث سياساتها ويرسم جزء من سياساتها هي المسؤولة عن كل ما حصل في العراق هي الأساس في كل هذا القراب هي الأساس في المجيء بهؤلاء الذين الصراق والفازتين هي الأساس في اهتيالها للعراق هي في أساس في تغول إيران ودخول إيراني للعراق وكل الخراب الذي حصل في العراق الفقر والبطالة والنهب والسلب والميليشيات هي مسؤولة عنها عموما النقطة الرابعة يقول أنه العراق طوال عشرين سنة الماضية يعانى ويعانى من عدم الاستقرار السياسي وأن حزاب وقوى وميليشيات الحاكمة تتنافس فيما بينها بمنهج طائفي للوصول إلى المناصب والمكاسب والمشاريع وهذا واقع حالي وكل العراقيين يعرفوا طوال عشرين سنة هذه تنافسهم وهذه سيطرتهم وماك استقرار سياسي لأن هناك صراعات داخلية داخل العملية السياسية التي أنشأها الأمريكان غايتها هي الاستحواذ والسيطرة والسرقة أكثر النقطة الخامسة يتحدث التقرير تقرير معهد واشنطن سياسات الشرق الأدنى يقول من يتم وضعهم من قبل الحكومات المتعاقبة على الوزارات يتم تعيينهم سياسيا وفقا للمحاصصات وليس على مبدأ الكفاءة وهذا من الأسباب المهمة في فشل المشاريع وحالتها إلى الشركات المرتبطة بأحزاب السلطة وميليشياتها وسياساتها والرعاة وبما يضمن طبعا حفلاتهم من العقاب بعد الفشل والفساد والنهب وهذا واقع حال يعرفه كل ال shoulder لأن النظام السياسي tensionة أحياناً صمم على هذا الشكل فأنت ت击تي الوزارة الفلانية من حصة الحزب الفلاني والذي يوزعون الملاطف مما بينهم وفقاً وهذه الجوية أفضلها الوزارة لعائداتها المالية للمجموع عمالية وأعود وأقول أن هذا التقرير مهما كان صادما مهما كان قاسيا لكنه أقل من الحقيقة وهو يعبر عن السياسة الأمريكية في العراق وهو الذي جاءت من أجله أمريكا للعراق وهي المسؤولة عن كل هذه النقاط التي ذكرت فبالتالي أمريكا التي تكتب هذه التقارير والتي احتلت العراق هي تحترف بأنها مو بفشل سياساتها لكن ربما تحترف بنجاح سياساتها لأنه هذا ما أرادته من العراق ومن يعتقد أن أمريكا خطأت يعني تخطأ في سياساتها في العراق وأخطأت وكانت تريد كذا لا واهم هي أرادت هذا الوضع وأرادتنا أن نصل إلى هذا الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى وربما تجاوزنا على الوقت شكركم أعزائي المشاهدين وأتبقيكم في حلقة نخرى إلى ذلك الآن استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة